ايامكم اخواني وتابعين قناة كاكتس جوردان على اليوتيوب وعلى الفيسبوك استكمال للحديث عن النباتات العصارية الاكثر شهرة في الوطن العربي سنتحدث اليوم ان شاء الله عن نبتة الكلانشو لوسيا او نبتة الفلاب جاك او نبتة المجداف او كما يطلق عليها بالعالمية نبتة خد العروس تتميز هذه النبتة باوراقها الجميلة الكبيرة التي يصل تقريبا طول الورقة الى 25 سنتيمتر كما تتميز هذه الورقة بقدرتها على التحول بمقدار وصول اشعة الشمس اليها ودرجة البرودة حيث ممكن ان تتحول الى اللون الاحمر الكامل عند وضعها في الشمس الكامل يصل الارتفاع هذه النبتة الى 60 سنتيمتر الى الاعلى فهي نبتات مرتفعة كما يصل عرضها الى 90 سنتيمتر طبعا كما تحدثنا عرض الورقة يكون بمقدار 13 سنتيمتر ومنها ما يكون طوله 25 او 15 سنتيمتر فهي ورقة عريضة بعض الشيء كما نلاحظ امامنا تكون كبيرة وهي ملسا وجميلة بمقدار تعرضها لاشعة الشمس تحتاج هذه النبتة الى 6 ساعات من الشمس يوميا طبعا تحتبر هذه العصارية من العصاريات التي تنشط في ايام الشتاء وهي خاملة او تذهب الى السبات في فترة الصيف تتكاثر هذه النبتة بالتعويضات التي تحدث اسفل النبتة الام ممكن قصها وتجديرها على تربة جيدة التصريف لوحدها وممكن التكاثر عن طريق الاوراق ولكنها طريقة صعبة بعض الشيء وممكن من خلال القص قص النبتة من الاعلى او الخلفات الجانبية طبعا تتحمل هذه النبتة درجات الحرارة المنخفضة الى حد كبير فهو نبات ملائم ل الظروف الجوية الموجودة لدينا طبعا عند الحديث عن كيفية تكاثرها فيتم تكاثرها طبعا عن طريق القص ممكن قص النبتة من الاعلى اخذ القمم النامية حيث يتم تنشيفها يومين تقريبا توضع في اشعة الشمس حتى يلتأم الجرح ويتم زرحها في تربة جيدة التصريف بالنسبة للنبتة الامة التي تم القص عنها بعد فترة فترة تقريبا شهر الى شهر ونصف تقوم باخراج الخلفات بشكل كامل حول الجذع الرئيسي كم نشاهد امامنا تقريبا كل جذع يتم باخراج من 10 الى 15 نبتة ويتم استعصالها اول باول وتجذيرها في تربة جيدة التصريف بالنسبة للتكاثر عن طريق الاوراق يجب ازالة الاوراق بشكل جيد حيث لا يبقى شيء على الساق ويتم وضحها يومين حتى يلتأم مكان القطع ومن ثم وضحها على تربة جيدة التصريف او راطبة حيث تبدأ بالنمو ولكن هذه الطريقة صعبة بعض الشيء حيث انها تكون طويلة لذلك عن طريق زراعة القصصات افضل او اخذ الشتلات الجديدة وتزريح ان شاء الله في تربة جيدة تصريف تكون اوفر وافضل هنا نلاحظ بعض النباتات التي تم وضعها في الخارج تكون حمراء سبحان الله تتحول للون الاحمر بالكامل هنا بعض الخلفات التي تم زراعتها خلفات جديدة تم زراعتها بنفس الطريقة التي تحدثنا عنها طبعا ازهار هذه النبتة هي ازهار جميلة جدا تكون لونها صفرات تفتح في اخر الشتاء وفي اوائل الربيع ولكن يجب الملاحظة او المتابعة لهذه الازهار لانه تكون غذاء طيب للنميل والحشرات المتطفلة مثل المن القطني فهي تجذبه وبسهولة فيقوم بعض المزارعين بقصها مباشرة لهذه الورود والاستغناء عنها لعدم تكاثر الطفيليات عليها وفي النهاية يجب التحذير بان هذا النبات تحتوي على مادة بيضاء كما تشاهدون هذه المادة يجب اخذ الحيطة والحذر منها وعدم ملامستها للآيون فالبعض يقول انها نبتة طبعا سامة للحيوان والممكن ان تؤثر على عين الانسان اذا تمت الملامسة المباشرة لهذه المادة المادة البيضاء الموجودة هنا طبعا يتم الخلط دائما ما بين نبتة اكلانشو اذن الفيل الموجودة امامنا وما بين نبتة الكلانشو لوسيا الفرق بينهما طبعا انه هذه النبتة اذن الفيل تكون اقوى فهي قادرة على الارتفاع الى مسافات اكبر لعرض الساق فالساق تكون قوية كما انه تمتاز هذه النبتة باوراقها القوية طبعا نفس شكل الورقة في النبتة الكلانشو ولكن هنا تكون الورقة اقوى مشدودة اكثر طبعا اللون الاحمر يكون على اطراف اطراف الورقة ولا تكون بكامل الورقة كما هو الموجود في النبتة الاخرى طبعا تكاثر هذه النبتة ايضا عن طريق الازاحات او عن طريق الاوراق او عن طريق قص القمم النامية كما تلاحظون تكون درجة الاحمرار في الورقة في الاطراف وليس في كامل الورقة فلابد من التنبيه على ذلك لاي استفسرات او اختراحات اخواني الرجاء وضحها في التعليقات وسيتم الاجابة عنها ان شاء الله في حين لا تنسوا دعم الصفحة بالاشتراك والتعليق دمتم بخير اخواني متابعين قناة كاكتوس جوردن ترجمة نانسي قنقر